اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين وفيديو جديد وتوقعات مهمة لمايك فغيل هذه التوقعات هنتكلم عنها منها اختيار رئيس اكبر دولة في العالم مش امريكا عشان الناس برضو تبقى فهمة ان الكلام مش على امريكا وفي حاجات تانية مهمة جدا هنتكلم عنها تخص العالم كله فيريد تتابعوا معنا لان هذه التوقعات في غاية الخطورة والاهمية وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد هذه التوقعات اول مرة نقولها على القناة ولكن قالها قبل كده ما يكفى غالي على قناته على اليوتيوب ولكن توقعات الحقيقة مهمة اوي وكنا لازم ننقلها لحضراتكم قال ما يكفى غالي لدولة زي المانيا المانيا والدول الاوروبية هتواجه ايه الفترة اللي جاية وخصوصا وجود جاليات عربية كبيرة جدا فيها قال كده ان بداية العصر الجاليدي يبدأ من اوروبا وخاصة من المانيا بداية العصر الجاليدي يبدأ من اوروبا وخاصة من المانيا وسيمتد لمدينة اسمها استراتسبورغ في فرنسا وستمتد الى الناحية التانية الى اسيا لانهم ارض واحدة مفيش اي فواصل ما بينهم مفيش حاجز ما بينهم فشايف ان خصوصا اوروبا واسيا العصر الجاليدي هيبدأ فيهم وهيكون كبير جدا جدا حد يقول احنا اتجاوب احرر يعني عصر جريد اللي في ان ده اللي هنشوفه هو قال ان حتى لو بعد الحرارة دي كلها هنشوفه مرة من المرات شتة غريب جدا ويحصل فيه شزوز نوع من الشزوز بسبب ان الدول بتلعب في التقس وبتعمل نوع من استجلاب المطر وحاجات تانية كتير جدا الدول بتعملها فغيرت من المناخ وهتأثر على الكرة الارضية في انها بتخلي او بتبضر او بتخلي بتبكر معوعد العصر الجليدي انه يرجع تاني كمان قال المانيا تخرج من الاتحاد الاوروبي المانيا تخرج من الاتحاد الاوروبي ليس فقط المانيا معها فرنسا واليونان خلصها ينتهي الاتحاد الاوروبي والدليل على كده ان المانيا بدأت تطبع عملة المارك بتاعتها يعني لو كنت انتوا بتاعتمدوا على اليورو ليه بتطبعها العملة الاصلية او العملة بتاعت زمان وفرنسا نفس النظام بتطبع عملة الفرنك الفرنسي يعني دي كنهم بيتحضروا للانفصال وقال كمان شايف ركود اقتصادي في ألمانيا مع ركود الاقتصاد في أوروبا وهيكون فيه تراجع كبير جدا 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 وهنشوف الناس في الشوارع في المظاهرات يعني الحال هيتدحور وقال كمان مظاهرات كبرى لن تجدي نفعا مظاهرات كبرى لن تجدي نفعا الناس هتنزل بكل حاجة وهيعبير المظاهرات بيعترضوا فيها على سوء الأوضاع الاقتصادية ولكن مش هتعمل لهم حاجة لأن الدولة مش في ايديها حاجة وقال كمان غير كده هنلاقي عنصرية تجاه الأجانب يعني كل ما هو غير جنسية أهل البلد نفسها حتى الأوروبيين لزال أوكران النازحين الموجودين في ألمانيا هيتعرضوا الاعتداءات يعني أي حد مش ألماني خصوصا هيتعرض لمشاكل اللي هو الدولة احنا مش لقين ناكل وانتوا جايين تعودوا عندنا احنا أولى بكل هذه الموارد أو بهذه الفلوس أو بأي حاجة عندهم فكرة النازية ومعرفش والموضوع ده بدأ يكتر على فكرة بطريقة غريبة جدا وخصوصا في ألمانيا النهاردة كان فيه خبر أن فيه حد من المشجعين في ملعب كورة أو حاجة زي كده راح عمل تحية هيتلر فاتمسك وتقبض عليه سبكوا بقى بأنه تمسك ولا تقبض عليه موضوع الفكرة نفسها النازية والعرق الأصيل والكلام اللي احنا عارفينه ده بدأ يرجع تاني بشكل غير طبيعي خصوصا في ألمانيا وكمان في دور أوروبية اللي هو دي بلدنا انتوا جايين بتعملوا ايه هنا آآ أيضا قال فيه خطر بيواجه ألمانيا من القرى العجوز ومن جلانها يعني من فيه حروب هتحصل وألمانيا هتخش فيها خصوصا بعد الفضيحة اللي عملتها قناة RT الروسية لما نزلت تسجيل مدته 38 دقيقة لزباط من الألمان آآ بيتفقوا مع أوكرانيا على توريد أسلحة وصواريخ يضربوا بيها شبه جزيرة القرم ودي معناها يعني أن ألمانيا دخلة في درب روسيا وحاجة زي كده ممكن تتسبب فعلا بحرب كبيرة جدا وده هو اللي شايفه على فكرة في توقعاته الروسيا لـ 2024 ده بالنسبة كده لألمانيا بس فضل توقع واحد تغييرات كبرى على الصعيد السياسي شايف نوع من التقشف هيتم فرضه على الشعب طيب ده بالنسبة لألمانيا ولما تكلم عن ألمانيا على فكرة هو قال هي دي مثلا الايدل أو هي دي المثال اللي هلمشي عليه في كل الدول الأوروبية هيحصل فيها نفس النظام ده بالنسبة بقى الروسيا روسيا بقى قال توسع إلى طريق الامبراطورية الكبرى شايف توسع لدرجة أن احنا هنوصل لطريق الامبراطورية الكبرى يعني روسيا هترجع تاني زي الاتحاد السوفيتي تدوم الدول حتى لو مش بشكل رسمي ولكن هتكون هي المتحكمة في سياستها ومن يأمل اسمع بقى هذا التوقع لأنه في غاية الخطورة هو ما قالش صراحة ولكن للحد يفهم ومن يأمل بإبعاد القيصر اللي هو بطن ومن يأمل بإبعاد القيصر لن يفرح لأن فيما بعد القيصر ليس كما قبله يعني كيصر اللي هيجي بعده مزاي اللي قبله يعني الكلام واضح جدا هو يقصد ايه يعني تخدوا بالكو تاني من الكلام من يأمل بإبعاد القيصر يعني إما اختياله وإما أنه يتشال لن يفرح فيما بعد القيصر ليس كما قبله رجع تاني يتكلم عن الحرب بتاعت روسيا وأوكرانيا وقال إن روسيا وأوكرانيا سيكون هناك توسع في أنواع الأسلحة المستخدمة حتى يصل إلى نقطة العودة خلاص يعني هما هيبدأوا بقى يعلونوا استسلامهم وإزاي بقى اتكلم بقى إن احنا سنرى في المرحلة المقبلة استسلام أوكرانيا وتنتهي الحرب في 2024 ويعودوا كده وجه لوجه وابقى فيه شروط وفيه حاجات وسيرحل الناتو وهيتصلحوا ولكن بعدها ستنتقل الأمور إلى دولة أوروبية أخرى ولكن سرعان ما تلتزم بالشروط الروسية وهتكون الدولة دي برضو على حدود روسيا يعني في واحدة تانية برضو هتعلن كده إنها تبع الناتو وهتعمل مشاكل فروسيا تبدأ إنها تكشر عن أنيابها بس دي بقى هتلم الموضوع بدري بدري وحترضى بشروط روسيا كمان نتكلم عن إن إحنا هنشوف عودة إلى الإمبراطورية الروسية سنرى عودة إلى الإمبراطورية الروسية وكمان معها عودة للإمبراطورية الفارسية اللي هي إيران والعثمانية الريات تركية سيعودوا إلى الوجهة ولكن الإمبراطورية العثمانية لن تعمر الإمبراطورية العثمانية مش هتعمر على إثر أحداث ستكون دامية بينها وبين دولة تانية بيقول ان هم مسيحيين فهيبقى فيه مشاكل ما بين الاتراك وبينهم وأوروبا هتدعم الدولة العثمانية ولكن روسيا ستتدخل وهتدخل في الخط وهتدعم الدولة التانية فهتنهي الموضوع يعني لان من الواضح كده ان تركيا عايزت تضم مثلا الامبراطورية العثمانية يعني عايزت ضم الاراضي اللي طلعت منها فالدولة دي مش هترضى فهيحصل ما بينهم نزاع ايا كان بقى لما المزاع سألته انت تقصد بيها اليونان ولا تقصد دولة ايه المعرفش مرضاش يخش في تفاصيل او يذكر اسم هذه الدولة كمان قال مصير رئيس اوكرانيا ذنسكي هيكون اكثر كحلة يعني اكتر عارفيني الاسود لا هو اكتر منه مصيره هيبقى اسود من المصير العادي ايضا في الكريملين هنشهد خطة داخلية الكريملين سنشهد فيها خطة داخلية ودي لها دعوة بالتوقع اللي نسألها من شوية اللي هو ابعاد الكيسر ما تفرحوش او لو الكيسر ده تم ابعاده اللي هيجي بعده هيكون اوحش يعني هيكون دماغه افزع هنا بقى اسمعوا هذا التوقع ايضا deciه الكريملين في خطة داخلية مش هتأثر على العلاقات بين وبين الصين. يعني الحاجات دي هتحصل جوا في الداخل. منهاش دعوة بالصين خالص. يعني مش معنى كده ان لو بوتن اتغير او قال كده. حتى يعني معنى الكلام. بوتن مش هو اساس العلاقة. بوتن مش هو اساس العلاقة. ولكن السياسة هي اساس العلاقة. يعني حتى لو بوتن اتغير وجيه حد ما كانه. العلاقة وما بين رستا والصين زي ما هي. شفتوا الخطر وشفتوا الكلام. ورح قالها بقى صراحة ارى خطر كبير على امن بوتن. من داخل الكريملين. من داخل الكريملين. ومن الواضح آآ ممكن يعني ممكن ما يكونش غير موجود في ولاية تانية. لاما هيبقى في خطر اختيال. يقدر الله. او ممكن ما يكونش موجود في ولاية تانية. يعني ما ينجحش في الانتخابات اللي جاي. بس ما اعتقدش يعني الشعب الروسي بيحبه جدا تقريبا. وقال كده شايف مواجهة بين الدب الروسي ودول مجاورة. مش بس اوكرانيا. يعني هنا بنحكي عن مواجهة آآ اوروبا لخطر الزوال كقرة عجوز. يعني لو الدب الروسي دخل في حرب مع الناتو. ان في سوناريوين. ان الناتو ينسحب بعد استسلام اوكرانيا. او العكس الناتو يتدخل لان خلاص بقت روسيا على ابواب اوروبا. دخلت وبقت جوة اوكرانيا. بمعنى كده ان هيحصل مشاكل بينهم وبين بعد وحرب. وده لو حصل على حسب توقعاته كده اوروبا بتواجه خطر الزوال كقرة عجوز. فالكلام واضح جدا جدا ومش محتاج اي نوع من التفسير. بالنسبة بقى لولايات المتحدة الامريكية او امريكا. قال نزول الدولار عن العرش العالمي هيحصل. وامريكا هتبقى نصين. وزلزال يضرب المنطقة. تلات توقعات دول اهم تلات توقعات لامريكا. وهنفهم مع بعض. امريكا نصين يعني جمهوري وديمقراطي. والاتنين ضد بعض. زلزال يضرب بالمنطقة وده يعني الجيولوجيين شايفين في زلزال هيجي في مرة في امريكا هيبقى صعب. وخصوصا ناحية الساحل الغربي. اكتر المناطق المهددة او اكتر المناطق معروفة بالزلازل فيها. بنبدأ بقى نخش اكتر في توقعات امريكا. قال امريكا ستطرد من العراق وسوريا ولبنان والقواعد الامريكية كمان في الخليج. هيمشوا. ولكن هتبقى متوجدة كصفارات او دبلوماسيين والكلام ده. لكن كجيش بقى او كواعد والكلام ده لأ هتمشي. بس مش من اول السنة دي يعني. يعني هنشوف بدايات الموضوع ده السنة دي ولكن على مدار الايام اللي جاي او السنين اللي جاي هنتشوف خلاص ان امريكا بتخرج. بس يعني مش عارفة ازاي ولا ايه اللي هيحصل بالزلط هيخلي امريكا تخرج. ولكن كل شيء وارد. قال زي ما شفناها في طالبان كده في افغانستان بيمشوا. اه مش بعيد ان هما يمشوا كمان من الدول العربية او اه من قواعد الخليج. ولكن هتطلق علينا الارهاب. هتطلق علينا الارهاب كنوع من العقاب ان احنا خليناها تمشي. فهو عشان كده كان بيقول انا خايف بس عمتا الموضوع مش هياخد وقت كبير امن الدول العربية كبيرة. هتقدر انها تقدر على هذه المشكلة ان شاء الله. قال كمان بنشوف عودة ترامب من خلال المظاهرات ومواجهة بين العسكر الروسي والعسكر الامريكي. مواجهة بين العسكر الروسي وامريكا. وده هنشوفه لو ترامب رجع. هيبقى فيه لان الراجل ده يعني سياسة وغريبة شوية ومش بعيد انه يطلع فيها حرب عادي جدا. بس مش في لما يقول لك العسكر الروسي وامريكا يعني مش حرب مباشرة ما بين الاتنين. لا هي حرب ما بين الاتنين في الدول التابع عليهم. كمان قال امريكا هي الخاسر الاكبر بعد ما حكمت العالم الكرن الاخير وهو كرن الشيطان. ولسه قدامه آآ سنتين. وينتهي الحكم تابعه السيطرة على العالم. يعني في الفين خمسة وعشرين ستة وعشرين. وبعدها تلاتين سنة مش هيبقى في حروب. يعني تلاتين سنة سلام لحين انشاء الحكومة الوحدة اللي هتتحكم بالعالم. وكان قايل ان اللي هيمسك الحكومة دي هو والعالم يمشي وراء الاعور الدجالة والموبايل والسوشيال ميديا. وتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في الفيديو اللي فات. قال كمان من نزول الاقتصاد الى الحروب الخارجية بتدفع امريكا التمن غالي. يعني من هنا وهنا امريكا هتخسر كثير جدا. وتنزل تاني اتكلم عن الدولار. وقال نزول الدولار عن العرش العالمي بيؤثر على دول العالم الثالث من ناحية الاستراد. من ناحية الاستراد. بالامس واليوم وغدا بعض النجوم تسقط من العالم الامريكي على قصر استقلال بعد الولايات. اهو كمان استقلال. يعني هتتدمر من الخارج ومن الداخل. رئيس سابق يقلق مشجعينه على صحته. ودي كانت توقعاته للولايات المتحدة الامريكية. لسه معانا دول تانية ما تكلمناش عنها زي الصين زي اليابان زي استراليا زي كمان ارمينيا يعني حتى ارمينيا تكلم عنها. في الدول دي ما تكلمناش عنها في التوقعات بتاعتها. هنتكلم عنها في فيديو جاي ان شاء الله. استنونا. ما ترسوش الاشتراك وتفقيل الجرس. نعمل لايك وشير للفيديو. عشان يوصلكم كل جديد. كان معكم اختكم مريم من قناة مسائل اخبار.